من جمهير النادي الاهلي والمستوى اللي بيقدمه النادي الاهلي مش عشان الاهلي تعادل امبارح مع بطل النيجر امبارح لا الكلام من خلال بطولة ضاعت زي الدوري بطولة ضاعت زي السوبر بعض المطشات في الدوري اللي كانت ممكن ببعض الحكمة في الجزء الفني كان ممكن النادي الاهلي يعد فيها يعني زي بنتكلم زي اسموحة الغزل الطلاقع بنتكلم على البنك الاهلي مطشات كتير جدا انا ممكن انا حصيرهم الاسماعيلي مطشات كتير جدا كان النادي الاهلي لو تعامل معها فنيا بيت سمسماني بالشكل المناسب كان الوضع بالنسبة ليه الدوري ممتاز اختلف تماما طبعا ناتذة مالك قدم عروض جيدة وكان الاحاقة فيها حصوله على بطولة الدوري لكن زي ما بقول لكم الغضب من الجمهير عشان النتائج كانت متتالية خسارة بطولة ومطشات كانت تم التفريط فيها بشكل كبير والجزء الاكبر كان جزء فني من المدير الفني ثم خسارة السوبر المصري امام طلاع الجيش وان كان فرصة كبيرة جدا للنادي الاهلي ان هو يزود عدد البطولات للسنة بتاعته او للسنة دي بشكل كبير وده ما حصلش وبالتالي مطش زي مطش مبارح وقت تعادل ايجابي واحد واحد بعد انت ما كنت انت متقدم مفروض تحافظ او تزود على عدد الاهداف لكن ده ما حصلش العكس مع فريق ضعيف وليس بالقوة الكبيرة يعني مقارنة بالنادي الاهلي بيحرز بيك هدف وبيضغط عليك وكان ممكن يكسب وبالتالي هنا فيه غضب ليه الجمهير الامور كشف حساب بيبقى موجود عند الجمهير وفي نفس الوقت عند مجلس الادارة انا بقولكم اه من يومين طلع المسؤولين في النادي الاهلي طلع بيتسوم سماني وزوجته او مديرة اعماله وقال لك احنا بنشكر طبعا بعض على كل الامور والمرحلة او الامور الخاصة بالتفاوض مرت بسلام لكن هنا مرت بسلام اه هي مرت بسلام لكن ما حصلش تمديد وتجديد زي ما كان متوقع لبيتسوم سماني وهنا هنا بنبص ونشوف ان دي اعلامة استفهام ان النادي الاهلي زي ما مش عايز اقوله بيحطه في اختبار في الفترة القادمة عملية التطوير ما حصلتش اه خدت بطولة افريقيا مرتين لكن الاداء والمستوى الفني مزتش ليه انت كنت بتقول ان ان انت او بنقول ان موسماني لازم ياخد فرصة اكبر عدد مباراة اكتر الجزء الاول من البطولة بالنسبة له كانت عدد مباراة مضغوطة جدا ثم دورة ابطال التاني النادي الاهلي كسب ولكن طبعا الامور كانت صعبة برضو ايضا وهنا بيتسوم سماني لازم يكون فيه زي ما نقول بوادر الشكل الفني الجيد كان يبين بقى بعد كده سواء في الدورة المصري او بعد كده في بطولة السوبر ولكن ده لم يحدث حتى الان وهنا دي عامة استفهام والنادي الاهلي منتظر بعض المباراة لقدر الله حصل حاجة اخد رأي كابتن سامير كامونا نجمنا ونجم النادي الاهلي السابق ونجم يعني واحد